إلى مصار تفاوضي يحيي اتفاق لوزان أو إلى تصعيد جديد يؤجج التوتر بين إيران والغرب يبدو أن الطريق نحو فيينا لإعادة إنتاج مثل هذه الصورة لن يكون سالكاً ودونه عقبات قد تقلص فرص إحياء لوزان في فيينا طرف آخر يدخل على خط الملف النووي الإيراني قبل أيام قليلة من توجه الخصوم والحلفاء نحو استكمال سابع جولات المفاوضات التي ستكون لأول مرة مباشرة وهو كيان إسرائيلي يسعى لاحتلال مكانة في معادلة نووي إيران تحاقق له هدف عدم تكرار ما يعتبره خطيئة كبرى في اتفاق لوزان 2015 إضافة إلى التوصل إلى اتفاق ببنود جديدة لا تقيد المشاريع النووية الإيرانية فحسب وإنما تشمل أيضاً الصواريخ وأنشطة طهران في المنطقة برمتها أهداف يضعها الكيان نصب عينيها ولا يتردد لتحقيقها في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية وفق تصريحات لوزير الدفاع الاحتلال بني جانتس ضربة حذرت واشنطن حليفتها من أن تنفيذها سيكون له عواقب عكسية واستهداف المنشآت الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من طهران أجواء مشحونة تتسيد المشهد بين إيران والغرب ألقت بظلالها على اللقاءات التي عقدها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايال جروسيا مع مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين عبداللهيان والتي انتهت كما بدأت دون تحقيق أي تقدم بين الطرفين بل إن الوكالة أثارت مخاوف من تقدم البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على عمل المفتشين الدوليين